مرحبا بكم في نشرة اخبارية جديدة عبر منصات سوداني 24 اعلن تجمع شباب البني عامري والحباب ان النيابة العامة بدأت التحقيق مع عناصر بجهاز المخابرات العامة متهمين بقتل الشاب محمد نور وذلك داخل المعتقل في كسلة وقال في بيان ان النيابة العامة باشرت تحقيقات اولية مع المتهمين الخمسة وهم ضابط واربعة افراد برتب مختلفة واشار البيان الى ان تجمع حضر اجتماع لجنة امن ولايتي كسلة برئاسة الوالي الصادق محمد الزرق والذي خلص الى تسليم المتهمين الى النيابة العامة لبدء الاجراءات القانونية مع التأكيد على ضرورة منع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا الى ذلك اعلن المدير التنفيذي لمحلية كسلة ادريس محمد علي اعلن احتواء الازمة وهدوء الاحوال الامنية بالمدينة مع سير اجراءات العدالة بالاجهزة المختصة وقال ان السلطات الامنية والعدلية تعاملت مع الاحتجاجات بمسؤولية عالية حيث تواصلت مع الادارة الاهلية ممثلة في نظارة عموم القبائل البني عامر وكل القيادات الاهلية وامانة الشباب والشباب المحتجين قال وزير الخارجية السودانية السفيرة حسين عوض ان حديث ما وصفها بالميليشيا عن اتفاقهم مع جهات دولية لاستخدام مطارات بدارفور مجرد امنيات واحلام مشيرا بحسب صحيفة اصدى سودانية مشيرا الى ان دخول المجال الجوي واستخدام مطارات الدول له ضوابط صارمة في القانون الدولي وقواعد امن الطيران وليست هناك دولة او منظمة دولية تغامر بتعريض طائراتها وطيارها للخطر بخرق تلك القواعد واكد ان هناك سبعة معابر متاحة لادخال المساعدات بخلاف معبر ادري وان فتح معبر ادري وفقا لضوابط محددة والتزامات معروفة من قبل كل الاطراف واذا ثبت ان هذه الضوابط والالتزامات قد خورقت فسيكون للحكومة موقف اخر اتهم الناطق الرسمي باسم المنصقية العامة للنازحين واللاجئين ادم رجال اتهم طيران الجيش السوداني بارتكاب مجزرتنا بقسف مخيم خمس دقائق بمدينة زالنجي عاصمة وسط دارفور مما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص واصابة ثلاثة اخرين وادانا رجال بشدة القصف الجوي والمدفعي العشوائي المتعمد من قبل اطراف النزاع والذي يستهدف النازحين في المخيمات بدارفور والمواطنين العزل في بقية مناطق السودان وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بالتحرك العاجل لمراقبة الوضع في دارفور والسودان وفرض حظر على الطيران العسكري في دارفور لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان قالت مصادر موثوقة ان عملية نهب وتهريب واسعة طالق محتويات ومقتنيات متحف السودان القومي الذي يقع تحت دائرة سيطرة قوات الدعم السريع بالخرطوم منذ الايام الاولى للحرب واثبتت صور ملتقطة بالاقمار الصناعية ان شاحناتنا محملة خرجت بداية العام من داخل المتحف واتجهت نحو الحدود مع دولة جنوب السودان ورجحت المصادر بحسب قناة اس بي سي رجحت ان حملة الشاحنات معروضات من المتحف حيث يحتوي المتحف على تحف وتماثيل ومقتنيات اثرية ذات قيمة وطنية وتأريخية ومادية عالية واكدت مصادر ان عددا من محتويات المتحف وردت للبيع على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ولم يتم التأكد من ان عمليات البيع والشراء قد اكتملت بعد ام لا تمكنت دائرة مرور ولاية الخرطوم من حصر 625 مركبة في منطقة امدرمان القديمة جمعت منها 266 عربة خاصة بالمواطنين بحوش المركبات دوار القسم الاوسط امدرمان وسيتم تسليمها لملاكها بعد اكمال الاجراءات القانونية اللازمة وذلك عبر النيابة وبعث الناتق الرسمي باسم قوات الشرطة العامية شرطة فتح الرحمن محمد التوم بعث رسالة تطمينية للمواطنين مفادها ان الشرطة وفرت جميع معاملاتها الخدمية عبر افتتاح عدد من مراكز تقديم هذه الخدمات بولاية الخرطوم ووضح مدير ودارة العمليات بدائرة مرور ولاية الخرطوم العقيدة شرطة صلاح الخير آدم اوضح ان عملية الجمع وحصر العربات استهدفت الشوارع والطرقات والاحياء بالمناطق السكنية قال عضو مجلس سياد الفريق بحر مهندس ابراهيم جابر ان الانتاج المتوقع من مشاريع الجزيرة والنيل الابيض والنيل الازرق والقدارف نهر النيل ودارفور كردفان سيكون فوق التوقعات بانتاجية غير مسبوقة في السنوات الاخيرة رغم الظروف التي تمر بها البلاد من حرب على الانتاج وسيول وامطار لا مثيل لها واشار عقب اجتماع اللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي الان المصاحة المقدرة للزراع هذا العام تصل الى 35 مليون فدان موزعة على ولايات الجزيرة 400 ملايين فدان والنيل الابيض 3 ملايين فدان والنيل الازرق 3.5 ملايين فدان ولاية القضارف 5 ملايين فدان ولاية كسلة 2.5 ملايين فدان ونهر النيل 60 ألف فدان ومشيرا إلى أنه رغم المعويقات التي خلفها هجوم التمرد على ولايات الجزيرة وسنار مشاريع السوك والرهد التي تأثرت بهذه الهجمات من سرقات للآليات الزراعية والسماد لكن يبدو أن المزارعين السودانيين كانوا على موعد مع التحدي وكذلك وزارة الزراعة والغابات والبنك الزراعي الذين سطروا جميعا ملحمة بطولية لا تقل عن معركة الكرامة التي تخوضها القوات المسلحة السودانية كشفت السلطات الصحية بولاية نهر النيل أمس عن زيادة معدلات الإصابة بالكوليرا إلى 409 حالات منها 14 حالة وفاة وقال بياننا الصادر عن إعلام الولاية إن عدد الإصابات الجديدة بالكوليرا بلغ 87 حالة منها ثلاث وفيات بينما بلغ عدد المنومين في مراكز العزل 217 حالة مشيرا إلى أن محلية بربر سجلت 29 إصابة و28 إصابة في عدبرة وسبع حالات في محلية أبو حمد منها ثلاث وفيات حالة يوفى في عدبرة وواحدة في محلية الدامر وعشر البيان إلى زيادة الحالات في محلية بربر مقارنة بمدنة عدبرة التي كانت تسجل أعلى الإصابات سابقا من جانبها أعلنت غرفة طوارئ شرق النيل عن تسجيل 724 إصابة بالإسهالات المائية منها أربع حالات مؤكدة بالكوليرا في المنطقة خلال الفترة من السادس عشر إلى السابع والعشرين من أغسطس الماضي نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصات سوداني 24 تقبلوا تحيات أفريق العمل في أمان الله ترجمة نانسي قنقر